طيب هل ممكن مثلا يتم توفير ناس تساعد جوه المنادل ويكونوا مدربين ومؤهلين من قبل وزارة التضامن لأنه ده بيكون مشكلة بالنسبة للناس كتير جدا جدا بتواجهها ومشكلة أكتر أنهم ممكن يلجأوا لحد غير مختصب ده وغير مدرب على ده احنا في حاجة مهمة جدا في القانون حاجة اسمها رفيق المسن رفيق المسن ده وزارة التضامن بتضرب الشباب اللي هيبقى متواجدين في الملف ده يعني لما تنقلتنا الصورة يعني حاجة فعلا محترمة جدا والهدف منه أنه هو يبقى بيراعي السيدة كبار السن رعاية كاملة طيب افرد حضرتك دلوقتي لا مش عايز يبقى الرعاية داخل المنزل ومش معايا المبلغ متوفر عشان يقدر يروح دار من الضارات الدولة يعني كان زمان أي حد عايز ينشئ دار يعني بيدفع مصاريف كبيرة جدا عشان خاطر يقدر ينشئ الكيان ده دلوقتي الدولة يعني عفته من الدرايب فيقدر من حقه أنه هو يفتح احنا عندنا حوالي 169 دار على مستوى محافظات مصر في منهم لما نزلنا حاجات بنقول للوزارة التضامن وده التعاون المثمر ما بين تنسكة شباب الأعزاب والسياسين ووزارة التضامن الابتماعي أنه يبقى فيه فكرة عملية التكامل لما ننزل ونرائب ونشوف دورنا نحن كنواب عن التنسكية ونبلغ وزارة التضامن اللي عضرتك عندك مميزات في الدار 1-2-3 ونوجه جواب شكر الناس بتحس أنه إذا الناس قدرتنا ولما برضو النحية التانية لما نلاقي فيه كسور ويبقى فيه إهمال مع السيدة الكبار المسنين إيه الإجراءات الرضيع اللي أخدها القانون في هذا الصدد في مسألة الإهمال مع كبار السنة داخل دور الرعاية الحبس والغرامات الحالان دي اللي احنا بنقشها في المواد بتاعة العقوبات ودي عايز أقول لحضرتك بتوصل ليه طبعاً غلق الدار مع الحبس مع دفع غرامة من كبر الدار ومش بس كده بس أنا عايز أقول لحضرتك أن دلوقتي أن وزارة التضامن وده اللي احنا بنقول لهم فعلاً ده حاجة محترمة أن ما بتقولش لأ أنا عندي كل حاجة كويسة لها لأ إزاي وتبتدي تقول إليها بتقول على السلبيات لا بالعكس أنت فعلاً راساته سلبية موجودة احنا نبتدي نزاي من وجهة حلول وحل المشاكل دي اللي عايزة أوضحه في قصة دار المسنين أن فعلاً بيبقى فيه مشاكل متواجدة ومدي مشاكل النفسية فابتدينا نتكلم عن أن يبقى فعلاً فيه مواد أن المواد دي تدرس للناس اللي موجودة مسؤولين عن الدار زي يقدر يتعامل معاه عشان يقدر يخرجوا من الحالة النفسية لو هو متواجد فيها